الاهلي فاز وتأهل إلى دور الستة عشر لمباراة كأس مصر الموسم الحالي موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين الاهلي هو حامل اللقب هذه البطولة بعد الفوز على برمج في نهاية كأس البطولة الماضية وبالتالي يدافع عن لقبه في بطولة كأس مصر العام الحالي مباراة كانت صعب على فكرة وانا قلت مرح مباراة الاهلي والسويس مش هتكون مباراة سهلة على الورق البعض يعتقد المباراة ممكن تكون سهلة للفارق الفنية التاريخية انت بطل افريقيا بطل الدوري بنسبة كبيرة السويس حاليا بيلعب في الدرجات الأدنى من الدور الممتاز فعلى الورق ممكن تكون مباراة سهلة ولكن لو تبص على معطيات المباراة والأداء اللي ظهر به فريق السويس وحارس مرمى فريق السويس لأ مباراة قد صعبة جدا وكانت دقيق قليلة جدا والفريتين يروحوا للإكسترا تايم والله أعلم كانت ممكن يكون فيه كمان رقلات جزاء ترجحية يمكن طبعا حارس السويس عمل مباراة كبيرة جدا تصدى لضربة جزاء من رمي ربيعة تصدى لأكتر من تزديدة وأكتر من لعبة خطر للآله ولكن مباراة قدر النينجا حسين الشحات يعني فرحة التجديد وفي أول مباراة عقب التجديد يكون النتيجة هدف وفوز وتأهل إلى مرحلة الدور الستة عشر عشان يواجه الأهلي فريق الداخلية طيب المباراة أكيد يعني كان فيها تفاصيل كتير وحالات فنية كتيرة ويمكن كلر إمباراة هغير في طريقة اللعبة شوالة ما بدأ بتلاتة في نص الملعب إنشاف المباراة مش محتاجة تلعب بتلاتة في نص الملعب دي نقاط فنية لكل إمباراة هتكلم فيها ولكن لازم كده تطلع علينا حالة وأنا قلت أب كده والله كل ما بسكت لازم يبعطونا حالة نوع بنتكلم عليه وإحنا مش بنتصايد الأخطاء ولكن هي الناس اللي في الموجودة في لجنة الحكام ما تفهمش بقى عدم توفيق عدم تخطيط فبالتالي ربنا بيجازي كل واحد على شغله وعلى أداءه النيات ممكن ما تكونش كويسة فلازم يحصل خطأ عشان الناس كلها تتكلم عليه ولكن الأخطاء اللي ممكن تحصل في مباراة الكورة وردة يعني أي خطأ تحكيمي بيبقى وارد ولكن لما توصل لمرحلة خطأ في تطبيق القانون دي مش خطأ وارد ضفضيحة أو كرسة من مبارح للنهاردة بيستنى أشوف بيان اعتذار من مجلس إدارة اتحاد الكورة أبدا ضمكم الحالة اللي هتكلم عليها ضربة مرمى من محمد الشناوي وإيس فجأة الحكم المساعدة التاني الكابتن وليد حميد يرفع الراية والكابتن يشام الفلال مش فاهم فيه إيه فيحسب تسلل حسين الشحيات حافظ القانون ياسر إبراهيم حافظ القانون كابتن سار عبدالحفيز مبارح بيقول للحكم والله تعطيق معاكم على الشاشة بقول له يا كابتن وفيه تسلل من ضربة المرمى أهو يعني دي ضربة مرمى يا كابتن يشام فيه تسلل طبعا بجوار الكابتن سيد دي كابتن محمود أب الصعود الحكم الرابع لسه صاعد من الدرجة التانية للدرجة الأولى ويعني الكابتن توفيز سيد بيدينه مطشاط مهمة كمان في التوقيت الحالي طيب فيه تسلل من ضربة المرمى؟ لا أطبعا يعني أولا التسلل لا من ضربة مرمى ولا من ضرب باروكنية والقانون واضح ومعروف ولا حتى رامة التماس فيها تسلل فأنا مش قادر أتخيل إن الخطأ دي يحصل إمبارح والغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها مفيش بيان اعتذار من مجلس إدارة اتحاد الكورة مفيش بيان اعتذار من لجنة الحكام سيبكم من بيان الاعتذار يبدو أن الناس مش متعودة أنها يتعتذر لكن بعد الخطأ اللي حصل إمبارح ده اللجنة لسه مكملة لغاية دلوقتي طب حد يفهمني إزاي يعني حد يقنعني ويقول لي علي أساس لجنة الحكام اللي موجودة دلوقتي لسه مكملة لغاية اللحظة اللي بتكلمكم فيها الساعة 15 انتوا عارفين الخطأ ده تأثيره إيه على هيبة التحكيم المصري وصورة التحكيم المصري أمام كل المسؤولين عن الكورة في العالم عارفيني يعني إيه تسلل من ضربة مرمى إحنا وصلنا لمرحلة والله العظيم الواحد بيحاول يختار كلمات توصف الحالة اللي احنا فيها لا بيانة احتزار من الاتحاد ولا بيانة احتزار من اللجنة ولا قرار من المجلس الاتحاد برئاسة دلسوة جمال العلام تجاه اللجنة ولا قرار حتى من رئيس اللجنة البرتغالي فيتر بيريرا على أعضاء اللجنة اللي شغالين معاه الناس بتتعامل عادي جدا على فكرة اللي حصل ده يعتبر وصم تعار في تاريخ الحكم البرتغالي فيتر بيريرا ولو هو مش فاهم ده احنا بنقوله ده لعله عسى يتحرك لعله عسى ياخد قرار ضد اللي عين الناس دي في المباراة دي أو ضد أعضاء اللجنة اللي شغالين معاه اللي كانوا عاملين معسكر في برسعيد من كم يوم والأخطاء زادت قوي من بعد فترة المعسكر مش عارفين ليه لا اعتذار ولا قرار ولا استقالة ولا إقالة انتوا جمع جايين تهزروا يعني صمعة المسابقات المصرية إلى هذا الحد أو إلى هذا المدى عدم الاهتمام بيها وعدم الاعتراف بالخطأ اللي حصل انبارح ده عمل زي مدرب بيقود فريق وخسر ستة سفر أو سبعة سفر أول قرارة يتاخد بعد المباراة المدرب يقدم استقالة أو الإدارة تقيل المدرب ده ألف به اللي حصل انبارح ده شبيه لده أنا مش بقول ده خطأ تحكيمي عارفين يعني ايه خطأ في تطبيق القانون انت وصلتوا لمرحلة مش فاهمين القانون مش عارفين القانون بيقول ايه وبعدين الكابتن وليد حميد المساعد لو مش مركز الكابتن يشام الفلال فين يعني الكابتن يشام الفلال فين ده انت باصس على الشيناه وهو بيلعب ضربة المرمى وعارف ان هي ضربة مرمى انت مبارح من كتر ما انت عملت صفر على اي لعبة ضربة ركنية ضربة مرمى رمي التماس ما بقيتش عارف أو احنا مبقاش عارفين هي الصفارة دي على ايه يعني انا مبارح لفت انت باهي كابتن ناصر عباس اتكلم في نقطة فان هي مهمة جدا قالك كل ما يبقى فيه ضربة مرمى الحكم بيصفر فانا افتكر ان فيه قرار من المساعد في تسلل او فيه حاجة انا مش فاهم لانه جرى العرف واحنا عارفين ان ضربة ركنية الحكم بيشاور يا اما على اليسار يا اما على اليمين ضربة ركنية من ناحية اليمين او ضربة ركنية من ناحية الشمال ولكن صفار على ضربة ركنية ده اعطاق الدليل دامج ودليل يعني مدي ان الحكام اللي موجودين مبارح ما يفعش حكام مباراة في الدرجة الرابعة مع كامل احترامي ليهم والله انا على المستوى الشخصي بحترمهم لكن انا بتكلم على المستوى الفني على المستوى العملي على مستوى الشغل انا بتكلم على حكم بتكلم على مساعد بتكلم على حكم رابع وبعدين بقى عايز اقول لكم على حاجة عشان بس الناس في اتحاد القرى تصحصح كده معانا وتحس وتشوف الكوارث اللي بتحصل في الدور الاخير في اتحاد القرى والدول الأخير ده مقر لجنة الحكام عشان الرجل فيتور بريرا يبدو أنه مش واخد باله من اللي بيحصل وأنا صعبان علي الدولارات اللي بتتصرف على واحد مش قادر ياخد قرار إداري مش قرار فني قرار إداري